سبعة أيام شهدت تسجيل معدلات منخفضة بالإصابة في المملكة، مقارنة بعدد من دول العالم التي تشهد ارتفاعات قياسية. الحث على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ووفرته والحملات التوعوية للوقاية منه كان لها دوراً كبيراً في انخفاض منح الإصابات اليومية بمناطق المملكة كافة. وزارة الصحة لم تكل ولم تمل منذ بداية الجائحة من الحث على الالتزام بالاحترازات الصحية، ولم تذهب سدى الإجراءات الصارمة الشاملة والعامة التي طبقتها المملكة من حجر ومنع وترتيبات تقدمت بل وسبقت بها دول العالم في السيطرة على الجائحة. نتيجة طبيعية لما وصلنا إليه، فالتوعية والمنع والفرض كان لهم أثر ملموس في خفض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة. ويبقى الآن الدور الأكبر على أفراد المجتمع بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاح لتصيل المناعة المجتمعية للنسبة المطلوبة. لأخبار السعودية، سمر حمد الرياض.